هل مثلاً الجزء العقاري لصناعة العقار والقطاع التشيد والعقار؟ هل هناك مخاوف من فقاعة عقارية في الفترة المقبلة؟ زيادة طلب، زيادة عرض على طلب، دايماً في طلب في مصر، ولكن تمويل هذا الطلب هو دي المشكلة؟ هو التحدي الحقيقي، هذه الصناعة على شك أنها بتشغل صناعات كثيرة جداً حواليها بما فيها الصناعات المكملة وتخلق فرص عمل بشكل مباشر وشكل غير مباشر التحدي الحقيقي أنا في رأيي اللي هو التمويل العقاري، ضعف التمويل العقاري اللي موجود في مصر يمكن داله إيجابية أنه ما فيش الفقاعات وصعب أنه يحصل زي ما حصل في 2008 وشوفنا المشاكل اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى آخره لكن المشكلة الحقيقية أننا النهاردة بدأت أضغط على المطورين العقاريين إنه أصبح هو اللي بيمول، مش البنوك اللي بتمول هذا النشاط بدأنا نشوف أقصات على 7 سنين و10 سنين و12 سنة وأحياناً 15 سنة الخوف بيجي من هنا على هذه الصناعة وبالتالي من أكتر الحاجات في رأيي اللي لازم نبتدي نتنبأ لها هاية رقابة المالية مع البنك المركزي مع الحكومة إنه أبتدي إزاي أوصل إلى تمويل عقاري حقيقي في مصر هو ده اللي هيؤلل من مخاطر هذه الصناعة ويجعل النمو بتاعها نمو طبيعي وما فيش خطر منه